اشتركوا في القناة في المنام كتير من الناس بتشوف الاطفال في المنام وفي بعض الناس بتشوف ان هي مثلا بتلعب مع الاطفال او ان هي بتنجب اطفال او ان مثلا في اطفال شكلهم مش كويس بيجولهم في المنام اخواني العزاء رؤية الاطفال رؤية مهمة جدا وترمز الى اشياء كثيرة جدا وغالبيتها اشياء خير واشياء مفرحة هنتكلم اخواني العزاء عن رؤية الاطفال بالتفصيل وماذا يعني رؤية الطفل للفتاة العزباء او للمرأة المتزوجة او للمرأة المطلقة وكمان ماذا تعني رؤية الاطفال الرضع في المنام هل ان هم بشارة لنا ولا انظار لنا هنتكلم عن كل ده بالتفصيل ولكن قبل ما نخشف تفاصيل الفيديو احب ان لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر اشارات ليصلكم جميع فضياتنا باستمرار اول حاجة يا اخواني العزاء بالنسبة لرؤية الاطفال في المنام رؤية الاطفال تدل على الاطمئنان تدل على راحة البال تدل على الخير القادم والرزق القادم ولكن بشرط ان الاطفال اللي احنا نشوفهم يكونوا بهيئة كويسة سواء مثلا طفل كبير او طفل رضيع فالصابي مثلا بيكون اشارة الى الرزق واشارة الى الخير واشارة الى البركة طيب الطفل الرضيع بيدل عليه في بعض الاحيان بيدل على الانجاب او الزواج لو مثلا فتاة عزباء رأيت ان هي مثلا شايلة طفل رضيع وبتردعه مثلا اشارة لها ان هي موعز زواجها اقترب او مثلا فتاة لقيت ان في طفل رضيع بيجي لها في المنام بيبتسم لها او بيلعب معها اشارة ايضا الى ان في زواج قادم او في ارتباط قادم والطفل الرضيع للمرأة المتزوجة اشارة الى الانجاب والله اعلى واعلم وكمان كل مكان الهيئة كويسة كل مكان الفرح والخير كبير جدا قادم وفي بعض الاحيان اخوانا عزاء بيكون الاطفال انظار لنا بوجود مشاكل زي ايه مثلا ان احنا نشوف طفل اعزاكم الله بهيئة قبيحة في المنام او طفل مريض في المنام دا بيكون انظار لنا ان احنا مثلا نقرب لربنا سبحانه وتعالى اكثر او نتقي ربنا سبحانه وتعالى في اعمالنا او في الشيء اللي احنا بنؤتمن عليه لان دا بيكون افضل طريق عشان خاطر نباعد عن المشاكل اه ممكن تلاقي مثلا ابنك بيضيع منك في المنام او مثلا بيحصل له مشكلة او بيحصل له حدثة بسيارة مثلا فانت لما تشوف رؤية زي كده اول حاجة تعملها ان انت تدعي ان ربنا يكفيك شر الرؤية دي وكمان تخرج صدقة تخرج صدقة بنية ان ربنا يبعد عنك اي مكروه واي سوء وفي نفس الوقت اخوان العزاء الشخص يحاول ان هو يحسن من نفسه ازاي يحسن من نفسه لو هو مسلا ماشي في طريقة غلط يرجع عن الطريق اللي بيعمله دا ومسلا انت بتاكل اموال مشبوحة او مسلا في مراس انت واكله او ان انت مسلا بتغضب ربنا باي عمل كان او باي شي انت بتعمله بيغضب ربنا فحاول تبعد وترجع لطريق ربنا سبحانه وتعالى لان دا هيدرك او هيرجع بالخراب عليك وعلى اسرتك دا من خلال مسلا رؤية طفل مريض او آآ مصاب مسلا باي شي او مسلا حدثة والحاجات دي شكرا اخوان العزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته